جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي منذ أن بعث إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى التي خرج فيها والتي لم يخرج فيها الجيوش التي خرجت زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل هذه الغزوات طفل واحد قتل من المسلمين يعني أهل الإسلام لم يقتلوا طفل واحد من أهل الكفر ولا شيخ ولا عابد ولا راهب ولا مريض ولا مجنون ولا مرأة